تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية وموسام من أخي فخمة رئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفيما يلي نصها صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا مبالغ التأثر نبأ وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعد حياة قضاها في خدمة وطنه وعزة شعبه ونصرة قضاياه وفي طليعتها دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا نعزيكم وشعبكم الشقيق وأسرة الراحل الكريمة برحيله في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل دعينا الله تعالى أن يشمله بعفه وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم وشعبكم وبلدكم بكل خير وازدهار وتفضلوا جلالتكم بقبول أحر مواساتنا القلبية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر